بسم الله الرحمن الرحيم وصل الله وصل الله على شهر حق الله ميلاد الأمير محمد عبد الله والأهل وأصحابه من طبعه وإحساني يوم الدين بسرطة نكترون نجرة تعليمية نستكمل مع حضراتكم في الشرطة متميزة في لغة الـ HTML اليوم هو الدرس رقم 11 هننزل الجزء الثاني من النماذج ونعرفين أهميتها بالنسبة لتصميم صفحات الويب لأنها عامل مهم جدا على نجاحه لأنها بتعمل تواصل ما بين صاحب الموقع أو الموقع وي الزائرين اليوم هنستكمل مع بعض سلسلة ما بدأنا هنكمل هندرب على استخدامات قيم الخاصية طيب بالنسبة للكود امبود وبعد ذلك هنتعرج إلى استخدام الكود اللي هو الـ Option اللي هو خاص الاختيار المتعدد أو الكود تيكست أريا دائماً وأبداً ملسع أتباع رأيكم ومشاركاتكم على قناتكم وقناتنا على يتوب قناتنا على نجار التعليمية على يتوب www.youtube.com مسترطان النجار أو لو أنت قناتنا على نجار التعليمية مسترطان النجار وانت بلوكسبول.com أو تدائي قناتنا على نجار التعليمية www.formic.com فروض في bgb أو قناتنا على نجار التعليمية على التويتر twitter.com مسترطان النجار اليوم هو الدارس رقم 12 تركيزنا هيكون مع القيم راديو والشيك بوكس والبيتون ورزيد وصميت بالنسبة للخاصية طيب بالنسبة للكود ثم نقوم بقامة الاختيار سواء كانت الOption أو Ticket أهم العقود المستخدمة اليوم في الامبود الطيب بريس ناعم بكده بس هندرس بقى هذه العشكال اللي هي الراديو استوداء من الاختيار حصر واحد فقط وفيه خاصية مهمة بالنسبة له لخاصية التشيك بالنسبة للراديو بتوضع ان هذا هو العنصر المختار الشكل الثاني هو التشيك بوكس يسمع لك بيختار أكثر من عنصر الشكل التالي صميت لإنشاء زر عند الضغط عليه تم إرسال نموذج ببيانات والشكل الغراب عريزي ده بتحلي إمكانية مسح ما كتبه في نموذج بينما الشكل الخامس هو البتن اللي هو انشاء زر ضمن هذا النموذج الكود التالي اللي هو select option والليه كود نهاية وده اختيار قيمة واحدة لأشكال المعروضة وهم الخصاص هي النيم والsize والمنطبي اللي عارت نمية القيم الكود التالي تبقى استئرية وده كود نهاية وده شكل من أشكال حكود البيانات أهم الخصائص هي النيم والكل والروز والراء تعالوا بينا ننتقل إلى الجزء العامل هنقوم بفتح الملاف اللي هننشأناه منذ بداية محاضراتنا اللي اسمه tickets T close وهنبدأ ننشئ فيه محاضرة اليوم في محاضرة اليوم تعالوا بينا هنطلب الفورم زي ما هو هنقوم بيرغاء اللي هننشأناه في المحاضرة اللي فاتف على هذا النخم يبقى عندنا الفورم هنبدأ دباتي لتعامل مع الامبوت هذه الامبوت ما لنساش هذه التعامل مع الامبوت وبعدين لا ساشا هنأخذ الخاصية طيب وبعدين ننساه القيمة اللي هنأخذها اليوم هي الراديو على هذا النهر يبقى هذه هي القيمة طيب أنا عايز أنشئ أربعة راديو أربعة راديو الراديو من خلالهم بيتعبك أنك تختار اختيار واحد فقط هنقول مثلا هل الطالب ده حصل على تأديل التأديل اللي حصل هل الامتياز جيد جدا لأبول جيد وهكذا يبقى كان ممكن أنك تسبق هذه العبارة بهذا السؤال على أساس أنك تقدر تستوضح هذه جزئية يبقى تعارب هناك نشوف كده مع بعض هقوم بكتاب السؤال في البداية هنا هو هقول ما تقديرك إيهو تقديرك تقدير أنت حصلت عليه ثم بعد ذلك هذه الامة طيب هنكتب هنا هو إيه مثلا امتياز امتياز بعد ما تكتب امتياز لازم تنتقل إلى سطر جديد بلسترجم بأعرع على هذا أمه ثم نبدأ نقول بتقرار هذا الكود عن طريق آدي الناس خوي الناس امتياز جيد جدا جيد مقبوض هكذا هو تنتر ونخليها بس وليا كم مثلا ثلاثة امتياز هنا هو جيد جدا تأكد نفضل اللغة العربية جيد جدا هنا هو جيد آدي جيد وآدي الكود بتاع الاغلاء تعالوا بينا نأفز ونشوف الأثر على ثالث بالنسبة للصفحة اللي أنا قمت بإنشاء هزو هي الصفحة حضرة مفتاع F5 ما تقديرك امتياز جيد جدا جيد آه عايزش فيه تعديل ايه هاجي بعد ما تقديرك دهوت ما تقديرك وتعمل ايه تضيف لأول تكون فاتها لغة انجلزية تضيف بي أر سطر جديد آه بي عر وتغلقه ليبقى بهذا الشكل من F5 سيف ونعمل اعادة تحميل اعادة تحديث يبقى ما تقديرك جيدا امتياز انت لما تختار اي قيمة نشوف المقترد لما تختار اي قيمة تنفيق اختيار الاخرى ده بدقة الراديو ليه لما تلاحظ مهمة جدا انك انت لما تقوم بعرض الصفحة اللي قمت بتصميمها اعرضها من اكثر من متصفح هنا بنعرضها من قرار الفايرفوكس وهنا بنعرضها من خلال انترنت اكسبلورا لما تختار اختيار ينفي اختيار الاختيارات التانية يبقى دايد لا يمكن تختار اتنين في نفس اللحظة بينما انها ممكن تعمل بعض المشاكل مع الفايرفوكس اهوة اختارنا دا شو كده بدأ يختار الكل لذا حاول انك تجرب في اكتر من متصفح طيب دا بالنسبة لايه بالنسبة للقيمة راديو بالنسبة لطاير طيب هنكمل برضو بعد الخصائص ان احنا بنضفع اللي هي بالنسبة لطاير بسعر راديو هنضيف النيم والنيم دا للتسمية ويفضل ويفضل طالما تتتعامل مع الراديو ان يكون الاسم واحد تسميه زي ما انت عايز بنيم بساوي عشان عملية تتبرمج عشان عملية استقبال البيانات لما توصلك البيانات لما يتوفي عنوان البيان هيكون هناك تمييز المتصفح هيقدر من خلاله يميزه هنسميه وليكن مثلا الاختيار الواحد تمام ثم بعد ذلك نبدأ ننقل التسمية للباقية وبيكون الاسم الواحد يا شباب اهود هادي النيم بيساوي وليكن واحد على هذا الوضع هادي النيم بيساوي القيمة واحد يبدأ للا هيوصل لك انتا مش هيزهر اسمها التنفيذ لكن هيوصل لك تقرير بي دا بالنسبة لحصية نوم ممكن نتكلم على خاصية الـ value ان هي القيمة انها تظهر على ايه القيمة الافتراضية القيمة الافتراضية هنخليه نهود اهود الـ value اهد الـ value بيساوي ونقول مثلا excellent نسبة الانتياج نزل تحت اسملا الـ value اهد الـ value دا القيمة الافتراضية الـ value بيساوي اه بيساوي very good ثم اهد التنة واحدة الـ value اهد الـ value الخاصية بيساوي بنستخدمها مع النوع راديو اللي هي HED يبقى هي الخاصية شباب او هي الخاصية اسمها HED C-H-E C-K-E-D يعني نختار ونحفز ونحفز يبدأ يكون الاختيار الـ الافتراضي اهود ونبدأ تفتح F-5 هلله عزق انها اصبحت الكلية الافتراضية هي اللي تم اختيارها عن طريق HED بس نحفز بلنا ان ده بتقدر من خلاله زي ما احنا شايفين كده بتقدر تغيط اهود نبدأ نختار يبقى التشيك ده هنا بصفة افتراضية لكن لك مثلك الحرية في الاختيار اللي انت عايز زي ما احنا شايفين اهود الراديو بيتعلك انك تختار واحد فقط من الاختيارات المتاحة قدامك الان بتقل قيمة راديو خدنا نين بالنسبة لها خدنا value الاختيارات خينا اتشيك اللي هي المختارة طيب هنتقل بعد ذلك الى الاتشيك بوكس جبقى القيمة اللي هي طيب الاتشيك بوكس نشوف كده بالنسبة لتمرين ده بدل ما هي راديو هنخليها القيمة بالنسبة الطيب اللي هي التشيك بوكس القيمة التانية التشيك بوكس هادي التشيك بوكس ونقوم بعملية الناسخ وعملية التكرار هادي copy نقوم بعملية الحافز تعالوا بينا نضغط F5 داخل المصفة بتاعنا هلعز من الشكل تغير الاتشيك بوكس بتعلك انك تختار اكتر من واحد او تنجل اختياراتك جبالية وزيفة الاتشيك بوكس معا برضو القيم من للتسمية و value اللي هي القيمة الافتراضية والقيمة الافتراضية هنا بين نحطها لمن نسبة لإيس مقارنة سيئة جدا ما فين الراديو والتشيك بوكس الراديو انت بتاعك انك تختار اختيار واحد فقط اسماء الحقول تكون موحدة والقيمة مختلفة اما الاتشيك بوكس فيمكنك انك تختار اكتر من اختيار او جميع الاختيارات واسماء الحقول اللي هي نين نين بالنسبة للتشيك بوكس يا شباب بتكون مختلفة يبقى اذا لو انت هدخليه كله تشيك بوكس يبقى هتغير من هنا واحد تسميه تسميه هنا تلاتة مهمة جدا الجزئية دية بالنسبة للفرق ما بين الاتشيك بوكس والراديو وعدها الخاصية الاخرى اللي هي الاتشيك دي يعني المختار ده المختار يعني بصفة افتراضية بصفة افتراضية تقدر انك انت تلغي هذا الاختيار او تختار واحد واثنين وثلاثة وراء وتختار جميع الاختيارات هنتقل بعد ذلك على اللي هي السليكت تعال بينا كده نشوف السليكت كده مع بعض يبقى هي ده الكود التالي اللي هو كود دي سليكت سليكت ده الكود يتكتب سليكت سبه بعد ذلك بنقوله دي الابشن الابشن على هذا الناحو ونكتب القيام الجنب وليكن مثلا هناه منتدى كنوز الطارق ثم نضغط انتر ونعمل الابشن جديد اوشن جديد هوت ونكتب مدونة قناة طارق ونعمل اوشن كنان ثالث حسب الاختيار ادي الابشن نقول قناة تعلمية خلصنا الابشن بهذا النحو لازم زي ما بدأت بسليكت لازم تغلق السليكت قادر اغلاق السليكت نغلق السليكت يبا بدأت بالسليكت تغلق السليكت الابشن كود وحيد ثم تعالوا بينا نقول حفظ ونشوف رد الفعل على المسال الخاص بينا عن طريق ضغط على خمسة هلا ازا هو انه دا عامل اشارات انشأ لك كومبو بوكس لما انشأ كومبو بوكس لما بغط تقدر تختار العنصر اللي انت عايز يبا السليكت اوبشن دا هتعلك انك تنشأ كومبو بوكس عبارة عن هذا الزر هو تضغط على تنساد منه القائمة فرعية تختار منه الاختيار المناسب يبنى وظيفة السليكت بعد الابشن طيب هناك خصائص عايزين نضافها زي ايه زي مثلا النين الخاصية النين بنضافها بالنسبة للسليكت بعد سليكت هنضيف خاصية النين التسمية المهمة اشارات يتون بعملية التسمية سامي زي انت عايز اهود بعد يبنى نين نين يساوي ثم قوم بعملية التسمية على هذا النحو بعد التسمية او عايز تتحكم في الحجم شوف الحجم صغير ممكن تتحكم في الحجم تقوله size بتساني وممكن تزوده تخليه 50 مثلا في هذا النحو تعالي بينا كده نحفظ مع بعض ونضغط على مفتاح F5 هلاحظ ان الحجم كبر بالطريقة رية شباب كبر بالطريقة رية طيب لبنى تتبقى تتحكم فيه بدل خمسين ممكن تخليه خمسة بس مثلا ونشوف لازم نجرب وننرفذ ونعرف من خلال اكتر منه تصفح ثم اضغط مفتاح F5 هيبقى الحجم بالطريقة رية لو انت لم تسكر size يبقى size 0 يبقى اصدر A1 فقط خاصية اخرى بندفها بالنسبة select دفنال ال name دفنال size هنضيف خاصية اخرى اسمها multi-mail اللي هو المتعدد اللي هو يعني لك اكتر من سطور هادي الملتي مهم جدا explain هادي الملتي وبعدين اقول من file حمز ثم بعد ذلك اقوم بمفتاح خمسة او اعمل refresh للموقع D-Pay هنلاعز انه هنا بتألك اكتر منصف عايز تتأكد اكتر ممكن تأكد ايه شراب ممكن تأكد لك ممكن نلغي size تعالي ونا كده نلغي size ده هو نلغي size اه وهروح من قيمة file واعمل حفز ثم اضغط مفتاح F5 اهو شوف كده الشكل ادي الشكل بالنسبة لنا وده بتحلك انك ممكن تختار اكتر من اختيار عن طريق control يقال مالتبين هنا اعرضهم لي في هذه الصورة اسمح لك انك تقوم باختيار 1 2 3 4 عن طريق التحديد والضغط على control وبالنسبة لل code اللي هو option هنقدر نضيف خاصية ال name للتسمية يبقى دي الخاصية اللي هنستخدمها مع هذا ال code يبقى بالنسبة لل option هنضيف خاصية value تنضاف بالنسبانه اهو ادي value ادي value وبيساوي بتقوم بعملية التسمية بطريقة اللي انت عاوزها وتقدر تقررها بالنسبة لكل واحد وهنلاحز ان اختلاف القيمة بالنسبة لأولان والأولان 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 ده بالنسبة الجزئية الجديدة وهنا قدها مع بعض اللي هي واحد من اشكال حقول البيانات وهو text area text area اللي من خلايا تقدر تكتب او تتعلك انك تصد الكبيرة من البيانات مع بعض الخصائص ونشوف كده عملية الكود الخاصة زي ما انا شايفين كتبنا مع بعض الكود الجديد اللي هو text area مسافة ثم كتبنا اسم لهذا الكود سمناها تعليقات وبعدين كتبنا عبارة تظهر في محتويات الامة بإغلاقه طيب هنروح من file يعمل save ثم عبارة مفتاح F5 هنلاحظ ظهور بهذا النحو تقدر تبطي بالتعليقات اللي انت عايزها وبيسمعلك بكتاب الكبيرة كبيرة من البيانات وباللحظ ان اشريطة التمريض الفقرية والرهزية بتبدأ تظهر لعاك طيب البعض هيقول هيقول حاجة تانية طيب انا في موجود مجموعة من الخصائص بالنسبة ل زي الكولز اللي هي عادل الأعمدة و بلياكم هنقول انها مثلا 30 على الناحو والرهز اللي هي عدد الصفوف ان نخليها مثلا خمسة سنة تعالج داخل داخل بلوقتي ما عدتك استئرية كنت استئرية اريا الخاص النام النام والكولز والرو هروح من خيل اعمل حمز ثم بعد ذلك هادغط على مفتاح F5 ونشوف الغوانات اهو هنو بيات يا شغير العادل اهو لما انت حبيب انت عملت كم صف تمتق تعدهم انا عملت خمسة ادو ادو وضعها خمسة وهو بنفس الطريقة على هذا أن نحن ارتفاع سنبعدنا نتحكم في الارتفاع الخاص به وبالعرض هذه الأداء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر انشاء دلوقتي داخل الفارم داخل الفارم هذه الانبوت النوع بتاعها صميت القيمة بتاعتها ارسال يبدأ دلوقتي هيكون عندي زر مكتوب عليه ارسال ايه لارسال التعليقات اللي انت قمت بكتاباتها الى بريد الالكتروني الموجود في الفارم في الاعلان عن الفارم طيب لان كان النوع رزيد كتبت قيمة ناسها لان كان النوع بيتهم كتبت فاتح لان النوع بيتهم هيقوم بانشاء الزر انا ضغط عليه فاتح كتبت العبارة العنواء اللي بيه اللي خاص بيه فاتح رزيد اللي هي مثل ثم تعالى بعد ذلك من قائمة فايل هنعمل سيف ثم نضغط على مفتاح اف خمسة اللي القنشير هلعزة دلتلات زرايرة همت ايه اللي هي الصميت وهدي الريزيد وايه دي الفتح اللي هو البتن الخاص بيه ساعدت بيكم انا اطار انتجاب هتمنى انكم مفقت في شرح الجزء التاني من النماذج دائما وابدا تابعونا على كناتنا وقناتكم على يوتيوب يوتيوب.com سلاج مستفر النقار او داواني كنوز الطارق تابعونا على اتمنى و